اللهم صلي وسلم عليك اللهم صلي وسلم عليك يا رب صلي على الحبيبي المصطفى وارزقنا سعي من بان المروة والصفى ورجان حراركم تاني بكمل السؤال بسرعة بقى البنت اللي بتاخد بقى كوزين لما من وراء حمتها وتروح تبيعها دي انا اشتري منها ولا لا انا هشتري منها وان كان من وذر لان الوذر لم يتحقق ليه ان كان من وذر يبقى على البنت انا ليه بقول ان كان من وذر لان ده بيت كامل هم بيديروا امرهم مع بعض ايه لام قد تسامح ابنها هم متعودين على كده لكن انا بتكلم علي انا يجوز ان انا اشتريه يجوز ان انا اشتريه لكن في فرق بقى بين الحالة دي وبين الواحد اللي انا عانف انه بيروح يسرق التلفزيونات والتلاجات والغسلات هروح اشتري من عنده ده حرام ليه لانه ده سرقة حقيقية انما ما كان بين الابن وامه ما اقدرش اسميه سرقة حقيقي خلاص هقول تاني الكلام عشان يبقى مفهوم لو انا عارف ان في محل هناك هو بيبيع التلفزيون بنص تمنه ليه عشان هو بيسرقه ويجي يبيعه هنا ده حرام ان انا اشتري منه انما ده ابن عايش مع ام امراته بتاخد كوزين لبن وتروح تبيعهم ده مزاي ده ليه لان ما كان بين الابن ووالدي ما اقدرش تطبق عليه احكام السرقة واخد بالك وبعدين يجوز ان انا اشتري منها انا يجوز ان اشتري منها طب لو في وزر الوزر اللي بقي عليها هي مش علي انا اللي بيشتري معنا زينب يا زينب سلام عليكم زينب ايو يا شيخ اهلا يا ست زينب اهلا بحضرتك وحضرك سعيدة متهنية نعم عندي ستين سنة ما شاء الله وستنك مع محمد محفوظ انا متبعيك على طول يا شيخ ربنا بارك فيك اموريني على طول عندي سؤالين معلش اتفضل يا ماما لما صلى على النبي انا في اسرتين انا باخد معايش وفي اسرتين ببعت لهم عملهم شهرية كل شهر زي الفل فانا بديهم دوت يعني ينفع نهاية صدق اجارية اه زي الفل يا بابا دي صدق اجارية حلو اول طب لما صلى على النبي سؤالي التاني اخويا بياخد معايش وحالته على قده تمام فهو احنا بنتلم عنده اول يوم لأيد فهو ما معهوش ان هو يجيب اكل ينفع مثلا من اللي انا بطلعها الزكا اللي انا بطلعه اخد له حاجات يعني نعملها اول يوم وتنفع نهاية من زكاة المل الحاجات اللي اتاخدها اول يوم هتوعود تكلها انت واخواتك عند اخوك انا وولاده لا حبيبت اسماعيني انت تبقى من الصدقة لان الزكا لابد ان يستفيد بقى الفقراء انما اخد له اتنين كيلو بطيخ على ثلاثة كيلو الكنافة من البنجة اللي انا بحبها دي لا 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 واقعد اكلها معاه اسماعيني بس يا مام ده حاجات يعني من طب اسماعين ابوس ايدك تقوم انت يا عامل ايه عامل زرف في خمسمائة جنيه كل سنة طيب يا اخويا او لابن اخوك الصغير دي عددتك يا واد وتتحسب زكا زي الفل انما اجبلوش ثلاثة كيلو منجة او ثلاثة كيلو كنافة بالمنجة او بالقشطة او بالمكسلات وبعدين اروح علشان هو يطلعني منها في الطبق فاكل منها يبقى انا استفدت منها لا اشكر زرف خمسمائة جنيه متين جنيه تلتمائة جنيه تلاتة واربعين جنيه وربع اي حاجة يعني وقديها للواد ايه ابن الصغير خد يا واد عديتك من عمته احنا قلنا عادية لكن احنا حزبينها زكا عشان ما نجرحش اخونا الجميل الحلو اللي احنا بنحبه صح يا ستة زنب صح يستورك ربنا ويجبر بخطرك ولما اجيبك ونفى بالمنجة بقوليني يا ربي خليك طيب يا ستة الكل يستورك الله يستورك الله ويكريمك ويجبر بخطرك عندي سؤال تحفة التحفة بقى حد بعت لي سؤال اسمه بيقول بيقول كده شنط رمضان بيجي لنا نوزعها نسبتنا فيها ايه يعني احنا بناخد منها نسبتنا بقى عشان نبقى ماشيين بمورضي لا 10% ولا 3% ولا باعتبار ان احنا العاملين عليها لا يا مولانا العاملين عليها دول اللي بياخدوش مرتب يعني الراجل اللي شغال في الجمعية الخيرية اللي بيليم بتبرعات الناس اللي معموله مرتب 3000 جنيه هو العاملين عليها بتوعي 3000 جنيه لان المرتب ده طالع اساسا من التبرعات فما يجيش بعد كده يقولك ايه منم العاملين عليها اخد كمان عشرة شكرا كدترخي لكم على ما تحصل للناس هتبقى ضاعت هتبقى بازت العاملين عليها اللي هو لو بيطلع له مرتب بقى هو ده العاملين عليها لانك طالع لك المرتب من بيت مال المسلمين ولذلك اخواتنا اللي شغالين في وزارة المالية وزارة المالية دي تعتبر زي بيت مال المسلمين ما بنعملهمش ومعملت عاملين عليها لانه بياخد مرتب فمرتبك ما تجيش تقولي انا العاملين عليها هاخد نسبتي كم ما فيش نسبة دي شكرا يا راجل بطل كلام امتى بقى يبقى ياخد نسبة لو ها بياخدش مرتب فنقوله اطلع يا ابني لم تبرعات الناس ولما يطلع تبرعات الناس المؤسسة تتفق معا لك مثلا 10% لما اجيب شونة رمضان اخد منها السمنة واخد منها الرز وديها للناس من غير السمنة ورز دا يرضي ربنا وتبقى ني نسبتي واللهوية تبقى 100 شنطة اخد لي 30 شنطة عشان الناس يشغلين عندي وهما الناس اساسا اكتر من المية يعني يوقفين بره 500 ما عندنا شغل 100 شنط اوما اخد 30 للناس في الجامعية واخرك 70 ويبقى الفقر ما كلوش لا يا اخوان لانك اجرك من المؤسسة اللي انت طالع فيها انت طالع من الصداقات هي مؤسسة خيرية مش ربحية فبيطلع اجوري لعمال من جزء من التبرعات دا حلال ولا حرام دا حلال لانه عامل عليه ما يجيش بقى هو في كل موسم يقول لك ايه انا نسبتي كام يالما احنا مش داخلين منقصة انت دي شغلتك يقوم الراجل بتاع المؤسسة بقى يعمل لك ايه مكافأة او منحة او احنا حققنا ترجط فطرنا كذا واحد السنة دي اكتر من السنة اللي فاتت يبقى فيه مكافأة يا جوز انما مش في كل حاجة هتجيلي هاخد منها نسبة يبقى الفقر هزداده فقرا والدنيا هتبقى بازت استاذ مونة بتقولي ايه هندعي طيب بصوا بقى النهاردة يعتبر اخر اللقاء بنا لان بكرا ان شاء الله هنزألكم حلقة زكاة الفطر عشان الناس كتير سألت عليها ولذلك انا ما جاوبتش اسئلة زكاة الفطر النهاردة كنت سعيد معكم جدا على قدر سعادتي على قدر حزني ان انا مش هكون معاكم كل يوم بواجه الشكر لكل اخواتي اللي تعبوا معايا كل حبيبي وراء الكاميرات استاذة بونة استاذة بسمة وعمر وكل حبابنا في الكنترول ربني يباري فيكم بواجه الشكر لإدارة القناة بطلب منكم تدعولي بطلب منكم الود اللي ما بيننا دايما يكون موجود الكلام بيضيع طبعا لكن ان شاء الله هنلتقي بعد العيد في اول جمعة بعد العيد ساعة ربع عصرا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر اله لكل المسلمين بما يتلى في المسجد الاقصى وفي الحرم بحق من بيته في طيبة حرم واسم رسول الله قسم من اعظم القسم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا ننشر ما علمتنا بالشكل الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا نخرج من هذا الشهر الكريم مغفور الذنوب مستور العيوب مقبولين عندك يا الله اللهم اجبر بخواطرنا واكفنا شر ما اهمنا وما اغمنا واكفنا شر نظرة حسد أو حقد أو غل يا رب العالمين بارك اللهم في اعمالنا وارزاقنا يا رب العالمين واعمارنا يا ارحم الراحمين احفظ اللهم مصرنا وشعبنا وجيشنا وشبابنا وبناتنا واعرادنا يا ارحم الراحمين اللهم انا نسألك نعيم الجنة وطعم الجنة وحرير الجنة ومرافقة سيد رسول الله في الجنة اللهم رب الحل والحرام والركن والمقام والمسجد الحرام رزقنا دوما زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام بأمر الله تبارك وتعالى وزع غدا حلقة زكاة الفطر الساعة سالسة عصرا ان شاء الله نتقيكم بأمر الله اول جمعة بعد عيد الفطر المبارك يوم الجمعة الساعة ربا عصرا كل عام وكل حضراتكم وكل الانسانية وكل الدنيا بخير وسعادة يا رب العالمين اشوفكم على خير السلام عليكم بالموايزة الحسنة دايما حنت لها ونجدد الزكرة وقلتنا مشتاة بالموايزة الحسنة دايما حنت لها ونجدد الزكرة وقلتنا مشتاة بالموايزة الحسنة بالموايزة الحسنة اللهم وصلي وسلم عليك اللهم وصلي وسلم عليك يا حبيب الله